اشتركوا في القناة علشان تتبسطوا زي ما اتبسطت وتتطمنوا زي ما اتطمنت السباح الخير ازاي حضرتك منورنا النهاردة في نهارك سعيد نتكلم في البداية عن ثورة ثورة مصر الحرة ثورة مصر النظيفة ثورة مصر اللي بتدينها من سنة وللنهاردة الميدان المحتار يحتفل بيها ولا يستكملها رأي حضرتك ايه ووجهة نظرك عن اللي بيحصل ايه بسم الله الرحمن الرحيم الاول ثورة شعب من اعظم شعوب العالم ده مش كلامي ده تاريخه سبع تلاف سنة مش كلامي ومش كتب التاريخ ده كرآن ده قصة نشأة هذا الكون مصر الشريكة فيها بيقول الارض المقدسة هي الارض اللي ميشي فيها ام بيه احنا ميشت عندنا العائلة المقدسة وسيدنا عبراهيم وسيدنا يوسف سيدنا موسى بسم الله ما شاء الله مقدسة قصة اربعة وقصة خمسة وقصة ست لا ازود كمان لما ربنا حبي يتجلى على هذا الكوكب اللي هو اسمه الارض تجلى في سينة في مصر فبلدك ده حاجة كبيرة طبعا وشعبك ده حاجة يعني عظيمة 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 منسب الى سيدنا ابراهيم منسب الى البيت منسب الى العائلة المقدسة منسب عارف يعني مناسب يعني يعني بزي ما بيقوله بلو بلد يعني دم الازرق دم ملكي دم عظيم خير الاجناد فبالتالي النهاردة كان لازم ابتدي دي عشان اقول هو مين الشعب اللي قام باعظم سورة في تاريخ البشرية سلمية سلمية حضارية اخلص السورة ونظف واستلم بلدي ونظفها وامسح الشوارع وادهن الشوارع مسلم ومسيحي ايد واحدة سلفي ونصري ويميني ويساري كلهم وقفين مع بعض الحقيقة ده شيء طبيعي اعظم السورات بسي حوالينا كل السورات اللي حوالينا كلها يعني تحولت الى مجازر ومذابح الحمد لله رب العالمين بلدنا وشعبها وجيشها ادر ان هو يعدي بنا هذه المرحلة مع طبعا اخطاء المجلس العسكري الكثيرة وعدم حصولنا على مكتسبات هذه الثورة الا كان يوم جمعة الا باعتصامات الا بشهداء الا وإلا ولكن في النهاية ثورة مصر مستمرة حتى تنتهي الى بداية ثورة البناء فالثورة مستمرة ويجب ان تفضل مستمرة حتى نلاقي رب العاشر يعني البني ادم مننا مطلوب منه انه هو يجاهد الجهاد الاكبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال امتهى الجهاد الاصغر وبدأ الجهاد الاكبر جهاد النفس دي ثورة مستمرة ثورة داخرية الساد العالي كان ثورة مستمرة القناة كان ثورة مستمرة الهرم كان ثورة مستمرة كل انجاز حصل في مصر العبور كان ثورة مستمرة يوم ما الثورة مستمرة انطفت جوه المصريين تلاتين سنة مع انبارك بسي بقنا تابع بقنا تابع لما رحنا وغندوا اسيوبيا عشان المشروع المياه ورجع لعلاقات مع دبلوماسية الشعبية الاتنين رئيس موسيفني ورئيس الوزراء زناوي قالوا الاتنين مصر خلقت لكي تتبع وليس لكي تكون تابع فدي ثورة مصر وده شعب مصر يبقى احنا وصفنا النهاردة الثورة ووصفنا الشعب وقلنا ان الثورة مستمرة حتى تصل الى دستور جديد لمصر والدستور لن يكون الا بالتوافق ولهذا السبب انا بقول احنا مش مجلس شعب احنا مجلس تأسيسي لوضع دستور لهذه البلاد يوضح شعب ملك السلطات وسيد نمر اتنين الملكة جالس التشريعية شغلها مجلس الاعلى لقوات المسلحة شغله القضاء شغله تحديد تحديد صورة مصر برلمانية رئاسية وضع صورة لمصر اهم شيء في الشغلانة دي ولن نصل الى ده الا في حالة واحدة ايه هي بقى؟ القصاص والاكتصاص لدم الشهداء اللي النهاردة للأسف بيسموهم بلطقية بعد ما هم اللي قعدونا تحت قبة البرلمان هم اللي خلونا النهاردة نقعد ونتكلم ونقول كل اللي جوانا طبعا من غير ما حد ييجي من ورا الكاميرا ويعمل كده ولا يعمل كده ولا يقطع عليك ولا يقطع عليك فدم الشهداء النهاردة هو نمرة واحد وان شاء الله مع هذا البرلمان اللي تكلم بارح في هذا الموضوع سيعود دم الشهيد ان شاء الله وهترتاح أمه وهيرتاح أبو وهترتاح أخته وهيرتاح أصحابه وهيرتاح زميله ده أهم شيء النهاردة قده وهو ده أهم حاجة فعلا وبدل ما احنا بنقول عليهم بلتجان سامي بيهم الشوارع حقيقي نسامي بيهم الميادين حقيقي هم اللي دفعوا تمن كل اللي احنا هنتمتع بيه كل اللي احنا كنا بنتمنيه كل اللي احنا كان نفسنا بالزبط وده لن يكون إلا بالتوافق وانا بقول للإخوان المسلمين أيوة بالذات الإخوان المسلمين لأنهم قاعدوا على منصة مجلس الشعب وانا كنت بقول للدكتور سعد الكتاتني والأستاذ حسين إبراهيم من خمس سنين آخر برلمان وانا كنت قاعد في المعارضة أيامي فكانوا يبصوا لي ويضحكوا أقول لهم آخر برلمان ولما حصلت الحادثة كان لني حسين قال لي يا سيدي شاهدت لك بالولاية قلت له لا أنا لما بقرق قرآن يا أستاذ حسين بتدبر فلما شوف إن ربنا بيقول إن هو اللي بيهيب الملك وهو اللي بينتزع الملك وهو اللي بيعزه وهو اللي بيزله ولاي العالم كله قرر إنه يهيب الملك الجمال عرفته إنه آخر برلمان وأنا بقول لكم خلي بالكم جميل اللي حصل مع مبارك يحصل معاكو وممكن يحصل معاكو بسرعة قوي طبعا لأن صاحب هذه الصورة هو الله فلن يستطيع أحد الركوب على هذه الصورة أو أخذ الإمام هذه الصورة خلينا نكمل مسلم مسيحي إدوحدة خلينا نكمل بالتوافق لغاية ما نطلع دستور ولما نطلع دستور يبقى فليتنافس المتنافسون جميل جدا أستاذ مصطفى كلام حضرتك الحقيقة مرتب ومقنع جدا وأعرف من حضرتك حريك طبعا تجربة البرلمان بالنسبة لك مش جديدة لأنه كنت موجود من 2005 رأيك إيه البرلمان اللي موجود دلوقتي حال حضرتك شايف إنه نقدر نقطع عليه ده برلمان الثورة هو ده البرلمان اللي احنا كنا عايزينه ولا نقدر نقول عليه ده برلمان ما بعد الثورة يعني هو ده اللي قدرنا نوصله في الوقت الحالي عارفة يعني طبعا هو برلمان ما بعد الثورة عارفة إيه هو برلمان الثورة الحقيقي برلمان الثورة الحقيقي هو البرلمان اللي أسسناه بعد إسقطنا في 2010 والأستاذ علاء عبد المنعم ومحمد بلتاجي وأنا ومجموعة من النواب اللي هو برلمان خلوهم يتسلوا برلمان الموازي برلمان اللي انزلنا وقفنا في الشارع وهم بيحلفوا اليمين إحنا كمان حلفنا اليمين في الشارع لإن إحنا كنا نجحين وهم أسقطونا البرلمان اللي طلع مبارك قال خلوهم يتسلوا وتسلوا وربنا نصرهم أنا بعتبر ده البرلمان الموازي اللي هو ما كانش ليه أي شرعية إلا الشارع هو ده كان برلمان الثورة الحقيقي نهار ده البرلمان اللي موجود سيكون برلمان الثورة في حالة واحدة لو توافقوا وما فيش إقصاء وما فيش إن أنا أاخد لوحدي أو أقسم طرطة وعملوا دستور يرضى عنه الشعب في الحالة دي هم دولة أبطال الثورة هيبقوا فعلا برلمان الثورة يوم ما يجيبوا دم الشهيد يوم ما يجيبوا فلوسنا اللي بره يوم ما يشرعوا لي قوانين حاسب المجرمين دولة على الفساد السياسي اللي ممكن يعدموا ميت مرة بسببه أنا ممكن أعدمهم ميت مرة بسبب ملايين من شباب مصر اللي مات بالفيروس سي ممكن أعدمهم مليون مرة بسبب ملايين من المصريين اللي مرميين على سرائر بيعملوا غسيل كلوي ممكن أعدمهم مليون مرة بسبب الفلاح اللي بيتطر يحرط أرضه والزرعة فيها لأنه ما عندوش كيماوي ما عندوش حد يشتري محصوله وأنا جعان ممكن أعدمهم مليون مرة على إن الغاز يروح لإسرائيل وأنا عندي شعب مصر واقف في الشوارع بعمبوبة بوتجاز مش لائم لها والشتة داخل عليه يعني البرلمان ده المشاكل كتير قوي بصراحة يكون أو لا يكون وكونك إن أنت تكون برلمان صور حينفذ للصور أنا أرتهم برعا في كلمتي قلت لهم قدامكم فرصة شهر إن أنتوا تحققوا في شهر اللي المجلس العسكري حققوا في سنة واضطرين ندفع في دم عشان ناخته لو عرفته تلبوا مطالب هذه الصورة وتتوافقوا وترموا كل حزبية وكل أجندة ورى ظهروكوا وتلميتوا وعملتوا دستور للبلاد يرضى عنه الشعب وحسبتوا المجرمين وابتديتوا صفحة من التشريعات المحترمة أنتوا دخلتوا تاريخه والشعب هيشلكم على راسوا العمر كله لكن لو ما عملتوش ده في خلال شهر الشعب اللي شال مبارك وشال همان وجنوده قادر إنه يشلكوا في ربع ساعة وما يدخلكمش البرلمان الشعب ده ليه حقوق وجابكم عشان حقوق المشير طنطوي وجه مبارح خطاب لشعب مصر رأي حضرتك إيه في الخطاب ده والله أنا كنت حقيقة داخل القاعة لإننا إحنا سايبين البرلمان الساعة تقريبا عشر ونص بالليل فأنا لم أستمع ولكن أنا وصلي إنه هو رفع حالة الطوارئ إلا في حالة إلا مع البلتاجية يعني إلا مع الصور ومع آسف مع البلتاجية اللي هم بيسموهم صور في بعض الأحيان وبعض الأحيان بلتاجية حاجة يعني حاجة تحزن ومع طبعا الإرهاب اللي إحنا مش عارفين نوصفه لغاية دلوقتي على أي حال إحنا النهاردة في مصر فيه تلات شرعيات لازم نوضحهم للمشاهد الشرعية الأولى هي الشرعية الثورية حتى أن يكون هناك دستور جديد للبلاد فالشرعية الثورية موجودة وهي شرعية الشعب وشرعية الشعب هي الشرعية الأم يأتي بعدها شرعية البرلمان المصري المنتخب من قبل الشعب المصري يأتي كمان مع الشرعيات شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي أخدها أنا بقول رسمي يوم ما الشعب ادهاله برضاه وقال له خلي الثورة عندك أمانة لغاية ما نعمل انتخابات ولغاية 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 وأخدها بطريقة فنية سياسية يوم ما عملوا الاستفتة على الدستور وبعد كده زودوا الخمسين ستين نقطة اللي زودوه مع اللي احنا صوتنا عليه على أي حال هذه الشرعيات اللي موجودة الشعب بيراقب والشرعية الثورية بتراقب احنا والمجلس العسكري شرعيتين موجودة اللي أنا عرفه ان في الوقت الحالي المفروض اللي كان يشيل حالة التوارئ هو احنا لان ده قانون وده مجلس الشعب منتخب ولكن بالتعاون والتوافق احنا مش عايزين صدام احنا عايزين نتوافق ونخرج بالبلغ عايزين جيش قوي عايزين جيش لو محتاج سلاح أنا بيع ودي لان ده جيش اللي بيحمي عيالي أنا بحب جيش غصب عني لان انا مخلوق بجينز جين كده جوايا جوا كل المصريين ان هو عسكري جندي خيره الأجناد في التوتل راجل ست خيره الأجناد الست في مصر بنت راجل بيقول وقفة في الزرعة وقفة في الغيط وقفة شايلة العيال وقفة بتشتغل وبتصرف على راجل يمكن قاعد في بيت او راجل مسافر بيشتغل في الخارج ويالي شايل فايحنا خيره أجناد فالجينز جوانا محدش يقدر يوقع ومحدش يقدر يوقع ما بين الجيش والشعب حتى لو كان قيادة الجيش محدش واللي هيوقع ما بين الجيش والشعب ربنا هيشيله مصبوط طيب نرجع للبرلمان ونرجع لحزب الحرية والعدالة اللي وصل لبرلمان مجلس الشعب 2012 الحقيقة طبعا انتم متابعين بشكل غير طبيعي الناس بتسحى من النوم تفتح التليفزيون عشان نشوف مين اللي بيقول ايه ومين بيحصل ايه ومين موافق على ده ومين المش موافق على ده وده هيرد ازاي لما هنقترح حاجة معينة يعني تفاصيل كتير قوي كلنا مركزين معاكم فيها اللي فاهم واللي مش فاهم اداء الحرية والعدالة في البرلمان عامل ازاي وحضرتك دي مش اول تجربة ليك الاختلافات اللي بنشوفها في القراء وفي الاقتراحات تعليقك عليها عامل ازاي بوسي اقول لحد ايك حاجة الحمد لله ان ما فيش اغلبية مطلقة في البرلمان يعني مش بارلمان الحزب الواحد لا مش متكرر طم مننا بس لا 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 في برضو ناس بتتفرج وبتقول وبتقول ده يعني احنا بدنا لا اقول لحضرتك حاجة الكلام ده تقال اول حاجة احنا بقنا يومين اه يوم اجراءات مفهوم وكان فيه انتخابات رئيس وكيلين ويوم اللي هو كان الحديث عن شهداء الصورة وما يجب ان نفعله ولجنة تقاصي الحقائق اللي احنا هم طلحها وكلام ده فهم يومين البرلمان مقسم الاخوان ليها اقل من النص السلفيين تقريبا عشرين يعني العملية متقسمة الكتلة يعني العملية متقسمة تمام مفيش واحد يقدر يقول مسويطر زي الحزب الوطن ده مش موجود وبالتالي فيه تحالفات موجودة فلما تحالف الاخوان والسلفيين في الرئاسة المجلس في انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين اه اصبح هناك حزب وطن تمام تمام ان هما الاتنين اخدوا قرار واحد وكان معاهم الوفد وكان معاهم الوفد كمان لان الوفد اخد وكيل فكان فيه تحالف اغلبية ايه فالناس حست اللي هي الاقلية اللي هي زي هنا كده حسوا ان هو ايه فيه اغلبية مطلقة بتنفذ اللي هي عايزة ايه عدى اول يوم لما جينا على تاني يوم ولقينا ان الاغلبية المطلقة دي تاني هتشتغل نفس الطريقة في انتخابات اللجان ودي مطابخ المجلس واهم حاجة في المجلس لان اي موضوع بيخش اللجنة اللي هما المتخصصين بيشتغلوا فيه وبعد كده يطلعوا للقاعة فبالتالي ده المطبخ ده مهم جدا فلازم اللي يبقى موجود في اللجان دي المتخصصين فعلا مش فكرة حزبيات يعني ممكن انت تكوني من حزب عنده كرسي واحد بس انت عبقرية في مجال كذا تبقى انت موجودة في اللجنة دي فبالتالي الوضع لما لقناه داخل في السكة دي احنا وقفنا واعترضنا وان احنا مش داخلين من انتخابات والوفد نضم لينا وكل وصورة مستمرة وكتلة المصرية يعني الكل تجمع ان احنا مش هنخش دي مازالة لان احنا منين احنا بنقول فيه توافق ويجب ان يكون هناك توافق وهن انت بتعمل استقصار حقيقة بقى اللي حصل قالك هو كده قالت لهم هو كده في الحالات الطبيعية في البرلمانات الطبيعية اه انا جبت اربعين في المية وانتي جبت اشين في المية حزبك نقعد مع بعض ونشكل كل شيء ده موجود في البرلمانات وناخد مسؤولية كل شيء ولكن في وقت الثورات ده ما ينفعش التحذب في وقت الثورات خيانة لان المفروض ما عنديش اللي حاجة واحدة حزبه واحد اسمه مصر لا اخوان ولا سلافيين ولا نصريين ولا دا ولا دا لا في حاجة اسمها مصر في وقت الثورة اللي هو التوافق وحزب مصر موجود في البرلمان ولا في مشاكل وفي سراعات وفي مين الاقوى وفي مين اللي هيسيطر يقفل على حرية المصريين وعلى فكرهم ويوجههم لحتة تانية خالص كل واحد من حقه ان يكون دي رؤيته اليميني يميني واليساري يساري والوسطي وسطي بصي في اسرائيل هتلاقي في الكيان السوريوني هتلاقي هتلاقي حزب شاس ناس بيقولك الستات ما يقعدوش جنب الرجالة في الاوتوبيسات ومش عارف يعني في دا موجود في كل الاديان يعني وكل واحد له الحق له الحق في ما يظنه وبعد كده الشعب يختار ما بين تشكيلة من الافكار تشكيلة من القراءة والشعب يختار ويتحمل اختيار ويتحمل اختيار وبعد كده هو يعيد الاختيار او يحسن الاختيار او يكمل مع اللي هو اختاره لانه انبسط دا دا الوضع لكن لما نخش احنا في برلمان ثورة وبنقول توافق وكل بيقول توافق الحقيقة احنا وقفنا موقف وقالوا خلاص مش عايزين مش عايزين هنبقى نراضيكو بالبرلمانات احنا مين بقى مين اللي وقفوا الموقف الثورة مستمرة الكتلة المصرية التحالف الاشتراكي هنراضيكو ازاي بقى الوفد يعني احنا عندنا حاجات كتير بعد كده في عندنا مثلا البرلمانات الاوروبية البرلمان الافريكي البرلمان العربي البرلمان الاسيوي في اللجان في يعني في اشياء اخرى ممكن تشاركوا فيها زائد وجودك جوه اللجنة واحنا ما عندناش مشكلة احنا ممكن نفضل ولازم نفضل جوه اللجان وهنفضل جوه اللجان وهنقدم اللي عندنا جوه اللجان ولكن لن نرأس اللجان ولن ندخل انتخابات معروف نتائجة مسبقا يعني العملية برضو واضحة على اي حال اللي حصل انبارح هو موقف مشرف انا ارى مشرف من الاخوة السلافيين حزب النور انهم رفضوا ان يكون هناك تقسيم بدون توافق ووجوب التوافق وبالتالي انكسرت الاغلبية المطلقة فتم تأجيل انتخابات اللجان الى يوم الثلاثة الجاية وده كان في حد ذاته انا بقى اراه نصرة كبيرة وجرس انذار للاخوان المسلمين اه اندي خلي بالكم لو اجتمع السلافيين والليبراليين والوفديين والنصريين والثورة مستمرة مع بعض انتوا هتتنقلوا النحية دي واحنا اللي هنروح على اليمين اه والبرلمان لسه في مرحلة وطور التشكيل طبعا وبالتالي احنا بنطالب الجميع ارموا اجنداتكم وراء ظهروكم دلوقتي وخلوا اجندة واحدة مصر واللي ما يبقى عنده اجنية تانية غير مصر انتطفق بين خائن خيانة عظمى اي عمل حزبي قبل وجود دستور جديد للبلاد ورئيس جديد على الدستور الجديد للبلاد فهو بكل المقاييس خيانة عظمة لهذه البلاد لان احنا محتاجين دلوقتي التوافق واللي هين عكس التوافق خان الحقيقة الاخو السلافين بارح قالوا احنا با بنخلش ودي حقيقة الناس دي طوالي حتى لو اختلفت معهم لكن هما طوالي بيقول الشي مباشرين جدا وواضح وصريح ورأيه كده ما بيضعجرش انا عايز كده انا عايز كده يبقى النصري مباشر عايز الاخواني مباشر عايز الثورة مستمرة مباشر عايزين نبقى زي الناس اللي برا اللي هي تقدمت او زي ما كنا زمان ايام ما كنا بدوحكم العالم كنا مباشر كنا طوالي لان ما يحكمش العالم الا واحد هيوصل طيس مصطفى بما اننا بتتكلم بكل صراحة الحقيقة وكل طبيعية ناس كتير اوي لما شافت اولى خلسات البرلمان ملاقيتش اللي يمثلها لقيت ناس مصريين طبعا وكلهم على رأسنا من فوق بس ملاقيتش اللي بيمثلها فيه اقباط كتير اوي ملاقوش اللي بيمثلوهم فيه سيدات كتير جدا ملاقوش اللي بيمثلونا مع اننا كنا متوجدين في استفتاء في انتخابات في كل حياة كنا متوجدين فيه ناس كتير اوي بس اقول لي حضرتك حاجة البرلمان ده تم انتخابه من الشعب المصري جميل ويحترم واختر الشعب يحترم واختير بديموقراطية وبحرية بديموقراطية وبحرية ولكن تحت علامات دينية وتحت شعارات دينية وهذا خطأ لان المفروض ان انا لما بختار بختار برنامج معين مش بختار ده مسلم وده مسيح على اي حال البرلمان موجود وانا قلتها قلت لهم خلي بالكم نص المجتمع مش موجود في البرلمان السيدات 60% من المجتمع من الشباب مش موجود فين الاقباط مش موجودين فين فبالتالي خلي بالكم لو عرفتوا تمثلوا الناس دي كلها وتعملوا اللي هم عايزينه شرعيتكم موجودة لو ما كانش هيجيبوا السيدات وهيجيبوا الشباب يا سيتي انا اقولك حاجة الثورة دي من الانبياء من الشباب هل في حزب كان موجود من خمسة وعشرين لتمانية وعشرين؟ ولا حزب كان بس شباب شباب اخوان شباب وفد شباب سلفيين شباب شباب رفضوا احزابهم رفضت كل الاحزاب رفضت والشباب نزل لما جات الثورة وعليت وهذه الأحزاب تقلدت الأمور وجنف انتخابات 2011 ما خدوش شبابهم بعتوا جاب اللي معه فلوس يسرف فالثورة مستمرة كمان هي شباب اخوان هي شباب سلفيين هي شباب نصريين هي شباب وفدين يعني الشباب اللي ثابتهم أحزابهم هي دي تجمع الثورة مستمرة أو التحالف الثورة مستمرة مع الاشتراكيين هل تعلمي ان البرلمان ده تبتقولي غير ممثل؟ انا هديكي حاجة عجيبة البرلمان ده بنسبة 95% منه يمين يعني رأس مالي يمين بقى بدأن يمين بجينس يمي رأس مالي تمام؟ يعني رأس مالي يا سعودي رأس مالي أمريكاني رأس مالي و5% هي الاشتراكي اليسار وبيقولوا عدال اجتماعي حلوة انا عايزة شوف بقى 95% دولت وهم بيصوتوا للضريبة المتصاعدة واللي هنفضل على العشرين في المية واللي هنعمل زي امريكا مالكة الرأس مالية انها بتطلع لغاية 40% او اوروبا اللي بتوصل لستين في المية انا عايزة شوف بقى العدالة الاجتماعية ولا العدالة الاجتماعية هي الزكة بس لا العدالة الاجتماعية ضرائب تصاعدية العدالة الاجتماعية الفلوس اللي تكسبها في البلد انت يا مصر ما بتكلمش على الخواج تفتح حسابك هنا في البلد وفلوسك تفضل في البلد لما تيجي بسافر خد اللي انت عايزه وحاول اللي انت عايزه معاك لكن فلوسك في بلد ما يبقاش ليك حسابات برا ممنوع اسرائيل اللي هي الدولة المقتصبة دي اللي جانبينا ممنوع بالقانون ان اي اسرائيل يكون لي حساب في اي حتة في العالم الا اسرائيل يعني ايه يعني فلوسنا تفضل جوانا فين الدرايب اللي بتعملوها الارض اللي بتتاخد تتسقع وتتباع باضعف اضعاف ما بيدفعش فيها مليم درايب لازم يدفع فيها درايب فين الغاز اللي بيتصدر بضلار وي وهو تمنه ستة مش بسưởng للإسرائيل بالمناسبة الاسبانيا واللال للاردن انا مليش دعو انا عايزة بيا حاجتي بتمنها فيه اشياء كتير لو احنا عملناها هناخد شرعيتنا واستمراريتنا لو ما عملناش مش هنستمر التليفون اللي جي لحضرتك اللي كنت نسم بتتكلم عنه لما جالك تليفون في آخر برلمان وقال لك أنا بشهد بولايتك يا أستاذ مصطفى ما فيش أي تنبؤات ولا أي توقعات ولا أي إراية للمشاهد اللي بتشوفها بما إنك شفت التجارب دي كتير قبل كده وشفت ناس كتير وشفت كلام كتير مع اختلاف الأسامي ومع اختلاف الأشخاص تقدر تقولها لنا دلوقتي؟ النهاردة يوم كبير ويوم عظيم وإن شاء الله النهاردة هيكون يوم فاصل في تاريخ هذه البلد والثورة هتستمر وهتحقق أغراضها وربنا يسهل وكل محاولات اللي هتكون النهاردة لضرب المصريين في بعض هتفشل إن شاء الله وهيطلعوا إن شاء الله من الميدان مسلم ومسيحي ده واحدة وعكس ما يتصور الناس إن شاء الله من غير دم بس مش عايزين أنا نقطة دم بالعكس اللي هيحاول يرمي علينا الدم فاكرة الجمل الجمل وحدنا ما أسمناش حقيقي محمد محمود وحدنا ما أسمناش ما سبيرو وحدتنا ما أسمتناش كل غلطة غير توها وحدتنا والنهاردة أي غلطة من أي فصيل الفصيل اللي أنا سامع دلوقتي وانا جاي إنه عامل ستيج حاجة بسم الله ما شاء الله وسمعات تغطي على أي حد خلي بالكم ده مش صح لازم كلنا لو طالما دخلنا الميدان نبقى يد واحدة وإن شاء الله إن شاء الله أنا شايف إن بكرة حلوة قوي قوي البرلمان هيعبر عننا يا أستاذ مصطفى أه طبعا هيعبر عننا مش هيستمر لو معبرش هيمش وهو عارف إنه لو معبرش هيمش أنا أقول لك كلمة قالتلي من واحد كيادي في الإخوان المسلمين عشان أطمننا قال لها مصطفى إحنا كلنا وشينا في الحيط قلتله فعلا بس إنتو أكتر لإن إنتو بتحكمه إحنا معارضة إنتو النهاردة وإحنا بكرة فبالتالي إحنا اللي ما عندناش سبب إن إحنا نساعدك نسيبك تلبس في الحيط لكن إحنا وقفين وياك فما تقسناش وما تبعدناش إن إنت محتاجنا ولو إنت وإحنا حطينا قدينا في قدينا بعض مصر هتعدي أستاذ مصطفى الجندي عوض المجلس شعب نهار تاني وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ودايما متكلمين عننا ودايما ممثلنا ودايما بتجيبوننا حقوقنا ودايما بتتكلمون بنيابة عننا في كل حاجة ومنتبعينكم ومنتفرج عليكم ومنترقبين مراقبة قوية جدا مش من أي حد غير من الشعب المصري اللي إدى لك صوته واللي إدى لغيرك صوته ده جميل ده جميل لإن مراقبة الشعب لينا مش هتخلي نائب يزوغ مش هتخلي نائب ينام مش هتخلي نائب يقعد خمس سنين ما يفتحش بقه الشعب هو السيد وهيفضل السيد هو شعب مصر نورتنا مشاهدين الكرام بشكركم على حسن المتابعة طورنا عليكم النهاردة شوية اللي كان عندنا ضيوف مهمين كان يهمنا إنكم تسمعوا كلامهم وإنكم تتعرفوا عليهم أكتر مش بس نشوفهم في البرلمان نشوفكم بكرة وفريق عمل جديد وخدوا بالكم من مصر أرجوكم اشتركوا في القناة